وأكد الرئيس سيسي أن تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الدفاع خير برهان على الإرادة المشتركة لتدشين علاقة استراتيجية وشدد رئيس سيسي خلال المؤتمر الصحفي على أن التوالي الأزمات ذات الأثر الدولي قد برهن من جديد على القيمة الكبيرة للعمل المشترك بين الدول الصديقة لتعزيز قدراتها على مجابهة التحديات كان التعاون في مجال الدفاع على جدوى الأعمال المباحثات اليوم فتعزيز التعاون في ذلك المجال خير برهان على الإرادة المشتركة لتدشين علاقة استراتيجية بين البلدين إذ أكدنا مواصلة التنسيق والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات والعمل على استشراف آفاق إضافية لتعميق التعاون في ذلك المجال بما في ذلك التصنيع المشترك كما دار نقاش المعمق ومسمر بين وبين دولة رئيس الوزراء حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوين الإقليمي والدولي وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية العالمية وتدعيتها على الدول الانمية بشكل خاص وتتبقى تقديراتنا حول أن توالي الأزمات ذات الأثر الدولي قد برهن من جديد على القيمة الكبيرة للعمل المشترك بين الدول الصديقة لتعزيز قدرتها على مجابهة التحديات الناجمة عن تلك الأزمات وتنوالنا أيضا السبل المسلى لمكافحة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف إذ أن لدينا وجهة نظر مشتركة في هذا الصدد وأن التعاون معا سوف يعينه على القضاء على العنف لأن انتشار العنف والإرهاب والفكر المتطرف يمثل تهديدا حقيقيا ليس فقط لبلدين ولكن لكافة الدول في جميع أنحاء العالم